إذن مشاهدين هجوم الفصال السورية المسلحة يهدد بإزاحة روسيا من أهم مواقعها على المياه الدافئة وفقاً لوول سريت جورنالس صحيفة الأمريكية ترى أن فشل بوتين في الدفاع عن الأسد يعد دليلاً واضحاً على التراجع الروسي أمام الهيمنة الأمريكية في المنطقة وتلك انتكاسة كبيرة لموسكو وطموح بوتين الذي يعتمد على سوريا لتوسيع رؤيته لعالم متعدد الأخطاب يعارض النظام الغربي الليبرالي وفقاً للصحيفة بحثون وصفوا اللحظة الحالية في سوريا بالنسبة لموسكو بأنها تشبه إلى حد كبير مشهد خروج أمريكا من سايغون الفينتامية التحليل نقل عن البحثين أن رؤية الطائرات الروسية تغادر سوريا مع تقدم القوات قوات المعارضة نحو قواعدها الجوية هو أمر مدمر لصورة روسيا ويشير التحليل إلى أن سوريا تحمل قيمة استراتيجية لروسيا إذ تعد قاعدة حميمين الجوية بمثابة مركز لوجستي لرحلات الجوية إلى ليبيا وأفريقيا الوسطى وكذلك إلى السودان كما تعد القاعدة البحرية في مدينة طارتوس السحلية بمثابة نقطة التجديد والأصلاح الوحيدة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط ومنح الطارتوس لبوتين إمكانية الوصول إلى ميناء بالمياه الدافئة وهو الأمر الذي سعى إليه الحكام الروس قبل قرون من بوتين في الشرق الأوسط ويستبعد التحليل أن تقدم روسيا وتقدم لدمشق أكثر من مجرد عرض رمزي للدعم بعد فشل بوتين في إقناع الأسد بالتوصل إلى تسوية سياسية ترجمة نانسي قنقر